شاهد اليوم السادس من فتح باب الترشح للانتخابات التكملية لعضوية مجلس الأمة في دائرتين الثانية والثالثة المقررة في السادس عشر من شهر مارس المقبل تقدم ستة طلبات ترشح جديدة حيث تقدم ثلاثة مرشحين بطلب ترشح في الدائرة الثانية في حين تقدم ثلاثة آخرين من بينهم سيدة بطلبات ترشح في الدائرة الثالثة وبهذا يصل العدد الإجمالين للمتقدمين منذ فتح باب الترشح الخميس الماضي إلى ثلاثة وثلاثين مرشحا منهم أربع مرشحات هذا وتمتد فترة الترشح لانتخابات حتى السادس عشر من الشهر الجاري